من مبطلة الصيام الحيض والنفاس للمرأة فمتى رأت المرأة الحيضة ولو كان قليلا أو دم النفاس هذا معلوم لكن إذا رأت المرأة دم الحيض في أي وقت من النهار رمضان ولو كان قبل غروب الشمس أو قبل الإفطار بدقائق معدودات فسد صومها ووجب عليها أن تقضي هذا اليوم فكان النبي صلى الله عليه وسلم يلزمهن بقضاء الصيام ولا يلزمهن بقضاء الصلاة وهذا من رحمة الله جل علا ففي صحيح مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كان يصيبنا ذلك أي الحيض والنفاس كان يصيبنا ذلك فنؤمر أي من النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة